تحياتي و أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم ثلاثاء اللي بحلقة الديمقراطية دائما اللي بدي أشوف فيها بالتعليقات التوب 5 تعونكم بالموضوع اللي بنتكلم فيه حلقتنا اليوم عن احتفالات ندم عليها أصحابها نابليون بونابارت لوم أقولي شهيرة بتقول أن أخطر اللحظات هي لحظة النصر والمقصود في ذلك أنه اللي بينتصر أول شي بتراخها بتكاسل فهذا الشي بتيح مجال اللي خصمه يرجع يبني نفسه ويعدله أو أنه ما بيكون انتصاره مطلق فبتكون فرصة اللي خصمه يقوم بهجمة مضادة ويرجع وفي كرة القدم في احتفالات كانت أخطر لحظات النصر اللي تكلم عليها نابليون بونابارت أول اختياراتنا هي أنخل ديمارية الجميع بيذكر ريمون تادا برشلونة الشهيرة على سان جيرمن باريس جاي فايز أربع سفر مبرا محسومة ما فيش نقاش برشلونة برا لكن الشوط الأول صار فيه كارثة لسان جيرمن هدف 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 ثلاثي وجمهور من جن ومؤمن من أول لحظة أنه بقدر يرجع من أربع سفر وهذا اللي وحده كان جنون الفريق بريسان جيرمن توتن انضغط حس أنه الأمور عم بتضيع لكن في الدقيقة 62 كذاني بسجل هدف هدف معناه أنه برشلونة صار بيحتاج لثلاث أهداف من نص ساعة برشلونة ما كانت دكته بتلك القوة كانت دكت برشلسة سان جيرمن أفضل كأسماء ومعناها الأمور انحسمت هذا الشيء أغرى دي ماريا وخلى لما راح يحتفل طلب من جماهير برشلونة الصمت المطلق لأنه جماهير كانت فعلا عامة ضجة لكن هذا الصمت المطلق اللي حصل لدي ماريا في نهاية المباراة لأنه نيمار قاد ثورة رهيبة بأخر عشر دقائق وختمها روبرتو بلمس ذهبي ورمونتادة للتاريخ فنيدم دي ماريا وظل محل التندر شهور بعد تلك اللحظة وبالعادي لما يجي هدف بيحتفلوا الملعبين وبنجنوا وكذا والمدرب بيحاول يطالب منهم التركيز حغصة لو كانت اللحظة في مباراة نهائية وهذا الشيء اللي نسي ألان باردو مدرب كريستال بلس في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2016 كريستال بلس تقدم في المباراة نهائية أمام منشستر يونايتد في الدقيقة 78 شي جننوا لباردو فرا عمل رقصة شهيرة أمام الكاميرات وكأنه انتهى كل شيء هذه الرقصة ما استمرت كثير ثلاث دقائق فقط إخوان ماتا بيسجيل هدف التعادل لماشستر يونايتد وبيفرض الأوقات الإضافية اللي ظهر فيها الإنجلد وسجل هدف الفوز للشياطين الحمر بتلك اللحظة خرج باردو بعد اللقاء وقال أنا نادم أنا تسرعت باحتفالي طبعا هذا الموضوع كله كتبته في كتاب أكبر ما أعتقدوني جزء الثاني دوره عليه كتب تفاصيل أكتر عن فكرة الفرحة قبل النصر وما أعتقد في فاينال أو نهائي للبرتادورس أشهر من اللي صار بين بوكا جيوريورز ريفر بليت اثنين اثنين لقاء الذهاب راحوا يلعبوا لقاء الإياب في ملعب ريفر بليت الجماهير وألعاب ناري وأحداث شغب خلت الأرجنتين مش عارفة تقيم مباراة الإياب في بلدها فاضطروا ينقلوها خارج كل أمريكا الجنوبية وراحوا على مدريد سانتياغو برنابيو دولة بتتكلم إسباني زيهم وملعب عريق للغاية يلق في لقاء مثل هذا شغب أول تعادل سلبي وطبعا منعرف بالليبرتادورس ما فيش في أرضك وأرضي وفي الدقيقة 44 داريو بنددتو بسجل الهدف الأول لبوكا جيوريورز هدف بيعطي بوكا جيوريورز أفضليا واحتمال الفوز باللقب أكثر لكن بنددتو ما فهم أنه لسه في شورت ثاني في كورت القاتم فراح واحتفل بطريقة غريبة طلع لسانه لمدافع ريفر بليت ولزق كتير وطول ورا بهذه الصورة وتلقوا الصورة من كل اللقطات لسانه طالع ورا هذا المدافع المسكين لحظتها المنتصر نهايتها لأنه ريفر بليت قلب النتيجة 3-1 وبنددتو أصبحت صورته شهيرة جدا للناس اللي بتفكر حالها حققت شيء وبعدين بترجع الأمور لإلها حتى بعام 2020 الناس استخدمت صورته نتيجة أنه كنا نحتفل براسل سنة عشرين عشرين واللي صار فيها فالناس كانوا حطينها بيقول لك طريقتك لما تحتفل بي عشرين عشرين زي طريقة بنددتو اللي يندم بعد ذلك الاحتفال الرابع مش هستخدم صوره لأنها مسيئة بالنسبة أنه ثقافتنا العربية ما بنقبلها اللي حصل بين دياغو سيميوني ورونالدو لقاء الذهاب كان يومنتوس بلعب مع أتلتكم مباراة متكافئة لأخر عشرين دقيقة تقريبا أتلتكم بتجر هجوميا وبضغطوا بسجل هدفين فراح احتفل سيميوني طريقة مسيئة اتغرم عليها بس من حرم ونتيجة ده هذا الاحتفال طلح أنا بس حبيت أحكي للجمهور أنه إحنا زلام وإحنا رجال وعندنا القدرة نهاجم لما بدنا رونالدو استفزوا هذا الشيء كثير وهو خارج من ملعب أتلتكم أدريد قال لهم أنا عندي خمس مطولات منشوفكم بتورينو ولما إجوا على تورينو كان فيه فيديو صاه شهير وصريح من رونالدو الصباح اللقاء آمنوا بالريمونتادا وآمن جمهور يوفنتوس خلف كريستيانو بالريمونتادا وكانت ملحمة تاريخية معروفة اليوبي بفوز 3-0 واللي بسجل أهداف كلهم إكريستيانو رونالدو اللي قال لهم بشوفكم بتورينو وياريتهم ما شافوه بس رونالدو أنهى كل شيء حتى الآن تمام بعد ما انتهت المباراة ذهب واحتفل بنفس طريقة سيميوني وانتقم من سيميوني وأصبح احتفال سيميوني كوميدي للغاية بالنسبة للناس اللي كانت تشيد فيه إنه هذا الرجل البطل اللي ما بيخاف بس رونالدو كسره مرة أخرى في دور الأبطال ثارت ضج كبيري الناس طالما تنحرم رونالدو لكن سيميوني ما نحرم فتغرم رونالدو أيضا وكان مواضح الاتحاد الأوروبي هذا الاحتفال لو تكرر أنا حبلش أحرم بلا قلة أدب بن قسين الاحتفال الخامس وهو الأول على الأغلب بالتوب فايت بالنسبة لي لكنه للأسف محزن نهايته خالد العسكري حارس مغربي ما بين 2008-2010 كان فيه كلام والله ممكن نروح على أوروبا حارس الجيش الملكي المغربي هذا الحارس خلال بطولة الكأس 2010 واجه فريق المغرب الفاسي وخلال ركلات الترجيح في تلك المواجهة اتصدى لركله فطلع على الجمهور يحتفل وأنه البطل ولكن اللي حصل معا شيء غريب الكرة ما توقفت وقانون ركلة الترجيح واضح لعنما الكرة تتوقف لفت الكرة وذهبت للمرمى فانحسبت هدف ممكن خالد العسكري تلك اللحظة اعتقد أنه غلط وبتستر عليه مستحيل أنسى لأيامها كنت عم بشتغل محرر في الدسك وبتذكر كنت دائماً أشوف كل الصحف في الصبح عشان أكتب مستحيل أنسى العنوان الموحد ما بين لا جزيتة لا الآست لا ديليميل كل العالم شاء في الخبر وبنفس العنوان أغبى خطأ حارس في التاريخ ووصف خالد العسكري في كل العالم عن ترجة هذا الاحتفال غير المكتمل بأنه أغبى خطأ لحارس في التاريخ ضغط نفسي رهيب جداً ما انتهى لهون بعدها باسبوعين بواجه القرنطري في مباراة الدوري بحاول يراوغ اللاعب بتنقطع منه الكرة وتتسجل هدف مرة ثانية خالد العسكري الذكر اللي صار فيه قبل اسبوعين حمل حاله وترك اللقاء بعد هذا القطأ ورعى غرفة تغيير الملابس ثم اعتزل مؤقتاً لأنه ما عاد يتحمل الضغط والتنمر والسوشيال ميديا والسخرية منه الكبيرة حملات دعم كثير حاول ترجعه لكن بالتأكيد احتفال خالد العسكري الاول حطم مسيرته ولو انه رجع ولو انه ظهر في المنديال الاندي بشكل جيد في 2013 لكن اعتقد كان مسيرته ذهب لي شيء كثير اهم شيء كثير افضل من الذي راحت له بسبب لحظة احتفال سيء وقبل ما تنتهي الامور وقبل ما تتتوج نوصل هون لقطات توب فايف اللي معنا كالعادي بالتعليقات بدي منكم شغلتين لا ثلاثة تشتركوا وبعدين اتعلقوا وتقولوا توب فايف تاعتكم شو هي وشو الحلقة اللي بتحبوها من توب فايف اعمالكم اياها والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة